خلال اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول ما ورد في تقرير أوضاع حقوق الإنسان الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2012 أكد وزير العدل أن عمل اللجنة سيكون دقيقا ومتواصلا حتى انتهاء المهمة المنوطة بها مبينا أن ملخص عمل اللجنة يتمثل في وضع خطة خاصة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ضمن جدول زمني محدد وقريب وتم خلال الاجتماع توزيع نموذج على كافة الوزارات والمؤسسات للقيام بتعبئته وتسليمه إلى اللجنة المصغرة للشروع في صياغة التقرير النهائي الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء قريبا اليوم هذا ثالث اجتماع للجنة المكبرة سوف نقيم الردود التي أتتنا من الجهات ذات العلاقة ونبحث في إمكانية إذا كان فيه هناك نقص سنطلب من هذه الجهات أن تكمل هذا النقص وأيضا سنحدد الأطر الزمانية أو الزمنية لتنفيذ هذه التوصيات هذا اللقاء يأتي لبلورة ما تم استلامه من ردود الوزارات والدوائر والمؤسسات على هذه التوصيات والألية التي تراها كل وزارة لمتابعة التنفيذ ونحن كلجنة وطنية أردنية لشوء المرأة طبعا كان مهم بالنسبة لنا أن نبرز السبل المتاحة والمطالب التي تؤدي إلى تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمرأة والواردة في هذا التقرير وأظن أنه لم يبقى سوى فترة بسيطة من أجل إنجاز تقرير متكامل ورفعه إلى مجلس الوزراء بهدف الإعاز لكل الجهات للعمل بموجب هذا التقرير بحيث يتم تنفيذ ما يمكن تنفيذه وأنا أعتقد أنه كل التوصيات قابلة للتنفيذ لكن بعضها قد يحتاج إلى وقت أكثر من الآخر وسيتم خلال الأيام المقبلة تعبئة النموذج وتسلمه إلى لجنة الصياغة المصغرة لتفريغه وإعداد مسودة التقرير النهائي تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء الذي سيقوم برفعه إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ثروة أبو الفول التلفزيون الأردني